السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سين نعم أريد أن أسألك بعض الأسئلة تفضل من رب ربي الله ما دينه ديني الإسلام النبي نبي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم والإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد واللقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم مرتبة للدين وما هي للديني ثلاث مراتب أولا الإسلام ثانيا الإيمان ثالثا الإجساء كم أركان الإسلام وما هي للإسلام خمسة أركان أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثانيا إقام الصلاة ثالثا إتاء الزكاة رابعا صوم رمضان خامسا عزل البيت لمن استطاع إليه سبيل مما تلت الشهادتين من الدين لا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما ما معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله ما المقصود بلا إله نفر جميع ما يعدد من جن الله ما المقصود بإلا الله اتبات العبادة لله وحده اذكر شروط لا إله إلا الله شروطها الثمانية أولا العلم ثانيا اليقين ثالثا الإخلاف رابعا السب خامسا المحبة سادسا الإلقية سابعا القبول ثامنا الكفر الكفر بما يعبد من جن الله ما معنى الشهادتين أنا محمد رصد الله طاعته فيما أمر وتصديقهم فيما أخبر واجتناب منا عنه وززر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما المرتبة الثانية؟ المرتبة الثانية؟ الإيمان ما الإيمان؟ هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا الإيمان يزيد وينقص نعم بماذا يزيد الإيمان؟ بطاعة الرحمن بماذا ينقص الإيمان؟ بطاعة الشيطان ومعسية الرحمن حقق عن الإيمان وما هي؟ للإيمان ستة طوال أولا الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بقدر خيري وشري المرتبة الثالثة من مرتبتي المرتبة الثالثة الإحسان من تعبد الله كأنك طرى فإن لم تكن طرى فإنه يرى ما أعلم مرتبتي أهلا مرتبة الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام صلى الله عليه وسلم